إجراءات أمنية مشددة في الواكشوت تصاحب محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد العبد العزيز فيما بات يعره بملف العشرية الذي يتهم فيه والعبد العزيز وعدد من معاوني بالضلوع في عمليات فساد الرئيس السابق الذي اقتاده الأمن إلى مدرسة الشرطة في انتظار تقديمه للعدالة وصف الاتهامات الموجهة له بالمغلوطة والمضللة وأشار والعبد العزيز في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه سيدافع عما سماه كرامته وحقوق الشعب فيما انتقد فريق دفاعه العبد العزيز قرار التحفظ على الرجل محمد بول الشدو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق هذا غير طبيعي في نفس الأمن هذا استفزاز هذا تعذيب معلوي وتكريس للأسالي المهينة والتي لا تحترم القانون ولا تحترم الحقوق الإنسان ولا تحترم الإنسان خاصة رئيس سابق حكم هذا البلد وأنجز له الكثير الحكومة الموريتانية أعلنت اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل محاكمة عادلة للمتهمين فيما بات يعراه بملف العشرية وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني والشروقة أن محاكمة الرئيس السابق ومعاوني ستتم جلساتها بصورة شفافة وبحضور الإعلام فيما يخص المحكمة كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها في هذا الميدان نختاري نقول عن الإجراءات تم اتخاذها كاملة من أجل التنظيم للمحكمة بداية ملف العشرية كان مع لجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمت الرئيس السابق وعدد من معاوني بجملة من الاتهامات من بينها لإضراء غير المشروع وغسيل الأموال وتبديد متلكات الدولة لكن عضو هذه اللجنة النائب البرلماني محمد المنسيدي مولود يرى أن ما يعرف بملف العشرية أفرغ من محتواه لأن المشمولين في الملف تم إخلاق سبيل عدد منهم وتعينهم في مناصب سامية هذه المحاكمة هي جزء من سراع ضفتي النظام بنسخته الأولى أو ما يطلق عليه العشرية ونسخته الحالية وهي محاكمة أفرقت من محتواها لأن أبرز المشمولين في ملف اللجنة التحقيق البرلمانية قد تم إخلاء سبيلهم وتم تعين بعضهم حتى قبل أن يقول القضاء كلمته ولا أظن أنه يتوقف للشعب الموليتاني عليها أمل كبير باستعادة أمواله ولا بوقف نزيف الفساد في هذا البلد في ملف الفساد أو ما بات يعره بملف العشرية يتابع عشرة من رجال حكم الرئيس السابق محمد العبد العزيز بالإضافة إلى الرجل وبحسب ما أعلنت السلطات الموليتانية فقد جمدت العدالة في إطار ملف العشرية أزيد من مئة مليون دولار أكثر من نصفها يعود لي العبد العزيز وأفراد عائلته الشيخان والسيدي مديعه لوك شوطة شكرا